نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن المفاوضين يقتربون من التواصل الاتفاق تعلق فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة لمدة شهرين مقابل الإفراج عن أكثر من مائة أسير لدى الحركة أقل المسؤولون للصحيفة إن المفاوضين وضعوا مسودة اتفاق يمكن إبرامه خلال الأسبوعين المقبلين يجمع بين مقترحات حماس وإسرائيل التي قدمت في الأيام العشرة الأخيرة ووفقا للصحيفة فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن إفراج حماس عن المحتجزين من النساء وكبار السن والجرحة مقابل وقف القتال لمدة ثلاثين يوما على أن يكمل الجانبان التفاوض على مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح الرجال والجنود الإسرائيليين المحتجزين مقابل وقف إطلاق النار لمدة ثلاثين يوم أخرى